نبدأ جولتنا في غرفة الأخبار الليلة بتطورات المشهد العسكري في الفلوجة بين قصف يتجدد واقتحام يتأجل عمليات الجيش والميليشيات الداعمة له لم تهدأ خلال الساعات الماضية لكن إعلان حيدر العبادي إرجاء اقتحام المدينة يعكس برأي كثيرين الحذر الشديد الذي تتوخاه قيادة العمليات فضمان ممرات آمنة للمدنيين وتفادي تجاوزات محتملة ومجابهة هجمات داعش المعاكسة كلها معطيات ترجح كفة التأجيل المؤقت لكن السؤال المطروح يتعلق بثمن هذا التأجيل وتداعياته على سير المعركة معركة الفلوجة لم تتوقف رغم أنها رسميا لم تبدأ مقاربة مبهمة تتحكم بواتيرة المواجهات مع داعش في المدينة ومحيطها قبل أيام أعلنت بغداد باندفاع أقرب إلى التهور عن انطلاق حملة القضاء على داعش في الفلوجة إعلان بدأ متسرعاً حيث فرضت الحقائق الميدانية على القيادة العراقية التراجع عن وعودها الرصاص لم يهدأ لكنه ليس بحجم المعركة الموعودة فداعش ينفذ الهجوم المضاد تلو الآخر يناور ويباغت ويخطط فارضاً شروطاً على الأرض تدعو للتريث التسرع في إعلان ساعة الصفر للقضاء على داعش سيناريو كررته الحكومة العراقية من تكريت إلى الموصل والرمادي وصولاً إلى الفلوجة استراتيجية متطابقة هجوم بري من القوات العراقية مدعومة من ميليشيات الحشد الشعبي وفي بعض المناطق من المسلحين الأكراد هجوم لا يكتمل دون غطاء جوي من طائرات التحالف الدولي وما بين البر والجو تملمون سياسي محلي وآخر دولي بشأن مشاركة الحشد من عدمها الرفض المعلن لهذه المشاركة يناقده الميدان فميليشيات الحشد جزء من المواجهات وكذلك الممتعدون منها وحجة حكومة بغداد للتوفيق بين الجميع شعار تختبئ وراءه الأولوية هي للقضاء على داعش كل المعارك التي انطلقت ضد التنظيم المتطرف في العراق كشف بعدها عن انتهاكات بحق المدنيين وفتحت تحقيقات لم يقفل أي منها بعد البحث عن مخرج للمأزق السياسي دافع غالبا ما يقف وراء قرار الحكومة العراقية بتحريك عجلة المواجهات مع الإرهاب لكن التأجيل قد لا يمنع التفجير معنا من بغداد الخبير العسكري والاستراتيجي وهاب الطائي مساء الخير سيد الطائي ما سبب بروز عراقيل مساء الخير أهلا مرحبا أهلا وسهلا بك ما سبب بروز عراقيل كلما دنى موعد اقتحام الفلوجة نعم أكرر التحية مرة ثانية الفلوجة المعركة لا زالت مستمرة اليوم قواتنا تسيطر على جسر التفاحة وجسر التفاحة يعني نهاية منطقة النعامية والإشراف على حي الشهداء وهذا حي حيوي وستراتيجي ومهم ضمن قضاء الفلوجة استكملت الصقلاوية استكملت البكارة استكملت القرمة هذه مناطق مهمة الفلوجة كانت تتنفس برئتين مهمة واحدة اسمها القرمة لا تقل مساحة عن الفلوجة والأخرى الصقلاوية وتم قطحها بالكامل عن داعش هذه المعركة تعتمد على معطيات ميدانية وتقارير استخبارية وعملياتية تبطأ أو تعجل في المحور الذي يتقدم هنا وهناك وحتى نكون واضحين هناك محاور تقدمت من هذه المحاور الأربعة وهناك محاور لا زالت لم نرى منها تقدمان كبيرا بل تتحرك ببطء لمستجدات ولمعطيات ميدانية مهمة بعض المعطيات تكون إيجابية تسرع في هذا المحور بعضها تكون سلبية تبطئ ومن المعطيات السلبية أحدد كالتالي وجود مدنيين أرض مفروشة بالألغام تماما وجود بعض القناصين هذا يعطل التقدم شيئا فشيء ولكن هناك محاور مثلا في المحور الجنوبي كان تقدم واضح جدا وواسع وهو الوصول إلى جسر التفاحة لكن بالشكل العام بالسوق العام المعركة مستمرة كل الصنوف اشتركت بها طيران القوات الجوية طيران الجيش والتحالف الدولي ذكرت سيد وهابة طائع عدة أسباب هي في نظر الكثيرين موضوعية كوجود مدنيين كوجود ألغام إلى ما ذلك ولكن عدم وجود سقف زمني لاقتحام المدينة ألا تعتقد بأنه بشكل أو بآخر سيعود بالفائدة على داعش ألا تعتقد بأن داعش يستغل هذه النقطة أعلان الساعة الصفر أحيانا تكون من الأسرار الحربية في الميدان ولكن أنا قبل يومين أو ثلاثة تحدثت بشكل صريح وواضح سيكون تحرير الفلوجة إن شاء الله مع بدء غرة شهر رمضان المبارك ولم يبقى له إلا أيام قليلة وكل عام وأنتم بخير أيضا وأنتم بخير لقرب المناسبة موضوع تحرير الفلوجة عسكريا حسهم اليوم المدفعية العراقية تصل إلى أبعاد نقطة طيران الجيش القوة الجوية الصواريخ وعصابات داعش حقيقة في وضع محرج جدا التطويق والعزل وصل إلى درجة كاملة أستطيع أن أقول وكذلك وجود ممرين آمنين لخروج المدنيين وهناك مخيمين مهمين أيضا للمدنيين اليوم في قيادة عمليات مشتركة وضمن قاطع الفرقة 14 ولكن على الرغم مما تقول هناك تحدي كبير كيف يمكن استهداف مقرات وتجمعات داعش التي تقول بأنها أصبحت محاصرة بدون التعرض أيضا لتجمعات المدنيين هنا أقصد مقرات القيادة والسيطرة المحكمة الشرعية مقرات تحشيد الأسلحة والعجلات هذه نعم مناطق مكشوفة وواضحة أصبحت كذلك نفس الناس المدنيين هم اليوم مصادر مهمة لقواتنا ولهذا اضطرت داعش إلى منع وقطع الاتصالات ومنع الستلايت ومنع الكثير من وسائل الاتصال داخل الفلوجة هذا يعني حتى لا يتم تواصل واتصال بين منهم موجودون اليوم كأسرة بصراحة لدى عصابات داعش لحظة المواجهة بعد الاقتحام مع داعش كيف تتصور فصولها خصوصا وأن داعش هزم وفق معطيات الميدان في كثير من الأماكن مثل هيت مثل الرمادي مثل الرطبة مثل كبيسة كبيسة هيت القرمة نعم المعركة معركة الاقتحام ستكون ضمن عمليات وواجب مكافحة الإرهاب وهذه فرق ذهبية مدربة على حرب الشوارع ومن بيت إلى بيت تستعد أن تقاتل مجهزة بشكل جيد وستكون معركة شرسة لن تكون معركة سهلة أبدا قيادات مهمة جدا من داعش في هذه المنطقة في الفلوجة وأغلبهم حتى هم ليس بعراقيين وبالتالي سنشهد أنه معركة تنتهي بها داعش وهي نهاية مبكرة وهزيمة أكيدة لهم من كل أرض العراق الفلوجة مهمة جدا وتحريرها من الناحية السوقية الأمنية الستراتيجية اللوجستية الفلوجة مهمة جدا بما أنك تتحدث عن أهمية الفلوجة الاستراتيجية هناك أيضا أهمية سياسية سيد وهاب الطائي إلى أي مدى اقتحام المدينة وتحريرها بالكامل من داعش يمثل أيضا فرصة استثنائية لحيدر العبادي للتصالح مع الشارع العراقي في هذه الفترة حيدر العبادي مشكلة ليس مع الشارع المشكلة بين الكتل السياسية وهذا الفشل المتواصل لمدة 13 سنة تقريبا بصراحة ونحن حققنا انتصارات كبيرة والعملية السياسية في أسوأ حالاتها اليوم الشيء المريح جدا بالعراق أنه عزلت السياسة عن العزكر بشكل كبير هنا وضع سياسي متردي جدا وسيء وهناك انتصارات كبيرة تحقق على داعش البرلمان كما تعلمين بعد تعطيل شهرين هم اليوم بدأوا بعطلة شريعية وحقيقة هذا متناقض جدا في بلد يخوض حرب كهذه ويكون أعضاء البرلمان بعيدين ورئيس الوزراء في جبهات القتال باحتبار قائد عام والشارع العراقي حقيقة ينظر إلى نتائج الحرب وعلى الانتصار أكثر ما ينظر إلى ما سيعطيه السياسيين لأنه تقريبا غسل يديه بالكامل من العملية السياسية في العراق شكرا جزيلا لك وهاب الطائية الخبير العسكري والاستراتيجي من بغداد شكرا جزيلا لك